شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسما عسكار بيانا عمليا للتأمين بالوقود لأحد التشكيلات الذي تنفزه إدارة الوقود وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدرات القوات المسلحة وتناولت إجراءات البيان العملي القدرات والأسليب المتطورة في الحفاظ على كفاءة إمداد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالوقود وكيفية التغلب على كافة المعوقات الطارئة وذلك وفقا للأسس العلمية كما تفقد الفريق أسما عسكار معرضا للمعدات ومنتجات إدارة هيئات الإمداد وتموين الذي عكس مدى حجم التطوير وتحديث الذي تشهده الهيئة بمختلف إداراتها التخصصية وفي سياق متصل قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على إحدى وحدات قوات مكافحة الإرهاب للإتمأنان على جاهزية المقاتلين المنضمين حديثا إليها كما شاهد عددا من البيانات العملية التي أبرزت المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل مشيدا بالمستوى الاحترافية الذي وصل إليه المقاتلون وطالبهم بالحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته اشتركوا في القناة